قال التلفزيون المركزي الصيني CCTV نقلاً عن مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالاً بقوة 7.2 درجات هزى تاجيكستان على عمق 10 كيلومترات وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومتراً عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشقر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينغ يونغ الصيني والمنطقة التي ضربها الزلزال لا تشد فيها كثافة سكانية لكن فيها بحيرة سناز مما يعني أن مناطق واسعة مهددة بالغرق في عدد من البلدان